السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة والأخوات الزملاء سنوضح في هذا الفيديو كيفية منع الطلبة من فتح المايكروفون الخاص بهم في المحاضرات إلا بإذن من المحاضر سنقوم بتشغيل برمجية الزوم ومن المفترض أننا قمنا بتجهيز الروابط الخاصة بالمحاضرات كما ذكرنا سابقا فسأقوم على سبيل المثال بتشغيل إحدى هذه المحاضرات بالنقر على زر Start وكما هي العادة يقوم الطلبة بالدخول إلى المحاضرة فإذا قام الطالب باستخدام إيميل الجامعي فسيقوم بالدخول مباشرة للمحاضرة وإذا كان هناك أي طالب يستخدم إيميل الخاص أو حساب الفيسبوك فسينتظر سماح المدرس بدخول الطالب سأقوم بالسماح لهذا الطالب مثلا بالدخول إلى المحاضرة كما نلاحظ الوضع الطبيعي لأي طالب يقوم بالاشتراك بالمحاضرة يكون المايكروفون مغلقا ولكن يستطيع الطالب فتح المايكروفون وإغلاقه دون الرجوع أو دون سماح المحاضر بذلك فعلى سبيل المثال لو قام الطالب ستيونت ون مثلا بفتح المايكروفون فيستطيع كما تلاحظون فتح المايكروفون وإغلاقه بدون إذن المدرس وهذا قد يسبب أحيانا بعض الإزعاج لأننا قد نواجه بعض الطلبة يتعمدون مثلا الإزعاج أو المداخلات غير المرغوب فيها فنستطيع منعها بحيث يقوم المدرس هو بالتحكم بفتح المايكروفون للطالب من عدمه للقيام بذلك طبعا نحتاج إلى الذهاب إلى قائمة participants كما نحن الآن موجودين عليها سأقوم بإزالتها ومن ثم الضغط عليها مرة أخرى فإذن كما تشاهدون قائمة participants موجودة على اليمين الآن بالزاوية اليمنى يوجد ثلاث مقاط عند الضغط عليها الخاصية الثانية allow participants to unmute themselves يعني السماح للمشاركين أو الحضور بفتح المايكروفون بنفسهم دون الرجوع للمحاضر إذا قمت بإزالة هذه الخاصية الآن حتى لو قام الطالب بالمحاولة فتح المايكروفون لن يستطيع وستظهر له رسالة عدم السماح للطالب بتشغيل المايكروفون الآن إذا كان هناك مثلا سؤال من قبل المدرس أو موضوع معين أو أي طالب يرغب بالحديث يستطيع الطالب من خلال برمجية الزوم الخاصة به أو من خلال موبايله الضغط على خاصية تسمى raise hand رفع اليد فمثلا نضغطنا على raise hand نلاحظ مثلا عند student 1 يوجد يد باللون الزرقاء مرفوعة وهذه تدل على أن أحد الطلب يرغب بالمشاركة أو الحديث أو الإجابة على السؤال وهنا يقوم المدرس بالسماح للطالب بالإجابة عن طريق النقر على زر unmute فعندما تقوم الضغط على زر unmute تظهر رسالة عند الطالب تقول له هل ترغب بعملية تشغيل المايكروفون فهنا قام الطالب بتشغيل المايكروفون وأيضا يستطيع المدرس مثلا عمل تنزيل ليد الطالب lower hand إما طالب طالب أو بإمكانه إذا انتهى السؤال مثلا lower all hands أن يقوم بتنزيل أيدي الطلبة جميعا ومن ثم بالسؤال التالي أو الشيء الآخر الذي يرغب بمداخلات الطلاب يقوم برفع أيديهم مرة أخرى أتمنى أن يكون هذا الفيديو مفيدا ونشكركم على حسن الاستماع السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر